أعود مرة تانية لسيد كريم بن فحصي طيب سيد كريم تحدثت عن الإمكانيات التي تم تسخيرها من أجل عمل على السيطرة على هذا الحرائق شاهدنا كان فيه ارتفاع لدرجات الحرارة في عدد من الولايات الوطن لتعداد 49 درجة مئوية عامل بإمكانه أن يسهم في استمرار موجة الحرائق بالإضافة إلى موجة الرياح وهبوب الرياح اللي كان مستمر واللي صعب نوعا ما على مصالح أو أعوان الحماية المدنية من أجل عمل على إخماد هذه الحرائق هل هي عوامل ساعدت أم أنه هناك عامل آخر يبعث بالشكوك والقلق يكون فيه دائما العمل للبشري الذي هو متسبب في هذه الحرائق لعادة ما أصبحنا نشهدها مبارك الله وفيك على هذه الإشارة التي من شأنها نوضح أكثر للمواطن الكريم أنه هناك برقية الأحوال الجوية في كل مرة تأتينا من المرصد الوطني أو الدول الوطني لأرصاد الجوية اللي في كل مرة تحدثنا وتعطينا آخر المستججات عن حالة المناخ اللي نعتمد عليها في عملية التدخل سواء كانت عن طريق طائرة الهليكوبتر أو عن طريق التدخل بالآليات الموجودة في عن المكان العمل اللي ساعد النار أو ساعد النيران أو الساعد على ألسنة اللهب للإنتشار الكثرة هو هبوب الرياح اللي كان موجود يوم أمس على مستوى كل مناطق الوطن وحنا الآن أنا موجود معك في البلاطو يتصلوني لسالة في الواتساب تقول أنه كاين ارتفاع محسوس في درجة الحرارة يصل إلى 49 درجة مئوية إلى غاية يوم الغد إن شاء الله الأربعة في حزوز التاسعة ليلا نهيك عن الهبوب الرياح اللي راح تكون شمالية شرقية أو على حسب ما راح يتقدموا به السادة الصحفيين في النشرات الجوية اللي راح يعطيوا صورة عامة عن حالة الجو وعن حالة المناخ في الساعات القليلة القادمة إذن الهبوب الرياح ساعدت النار في شساعة رقعة الحريق هذا من جهة من جهة ثانية المواطن الكريم حتى يعلم أنه من أخطر النيران اللي نتخوف منها احنا كمصالح حمال مدنية أو كمتدخلين هي يسمى بالحريق التاجي الحريق التاجي هو الذي يمس أشجار الصنوبر اللي فيها تلك الثمرة اللي نسموه احنا بالعامية أو باللغة نتعلم المتدولة حب تسقوقه بمجرد أنها ترتفع فيها درجة حرارة معينة تنفجر على شكل قنبلة يدوية فتنطلق من النقطة ألف إلى النقطة با ثم من النقطة با إلى النقطة جيم وبالتالي تتوسع رقعة الحريق وفي بعض التدخلات المهمة اللي شفناها في مختلف دول العالم وإن أصبحت رقعة الحريق تشكلنا على شكل دائرة مغلقة وهنا رح تحاصر الأعوان المتدخنين سواء كانوا من مصارح الغابات أو الحماية المدنية أو المجتمع المدني رح تحاصرهم النار وهنا هذا هو الإشكال ليقعنا فيه الضحايا وتوصل الخسائر حتى للممتلكات تنتعنا المعدات للشاحنات والآن بالإخماد وإلى غير ذلك فالعملية أنا قلت تخضع إلى تقنية محكمة يسييرها ضباط سامين في الموديلية العامة لحماية المدنية في نظام التفويج ونظام التدخل بحيث نروح معك إلى أدق تفاصيل حتى طريقة التدخل في إخماد حريق ما يقدرش يكون رجل حماية المدنية وحده دائما ننصيب رجال حماية المدنية يعملان على شكل مثنى من أجل مساعدة بعضهم البعض وكذلك من أجل تقديم المساعدة من لحظة إلى أخرى بإعوانتنا الجهود انتحم تكون مضبوطة وتكون محكمة وتكون كذلك نحافظه على النفس البشرية من الهلال هذا من جهة من جهة ثانية قلت أنه الأحوال الجوية ساعدت وما يخفى لك أنه صعوبة تضاريس كذلك تساعد على توسعة الحريق خاصة ونحن في أوقات الذروة من فصل الصيف ونرى نشوفه ارتفاع محسوس في درجة الحرارة وكذلك صعوبة المسالك والتضاريس هذا الشيء اللي رح يخلي رقعة الحريق تتوسع بطريقة مذهلة فالصور ربما لنشاهده فيها الآن على المباشر غنية عن كل تعليق وغنية عن فقط نقول للمتدخلين زملائي من رجال الحماية المدنية وأعوان الغابات والمجتمع المدني الموجودين في عين المكان أنه الحماية الفردية مهمة جدا والعمل بتقنيات المتابعة والرؤية عن بعد هو اللي يخلي رجال الحماية المدنية يعرفوا كيفاش يطبقوا تقنيات التدخل هذا من جهة من جهة ثانية أنه من خصوصية التدخل في حرق الغابات أنه الدورة اليومية المقسمة لـ 24 ساعة مقسمة إلى أربع فترات أو أربع مراحل هناك مراحل الذروة التي يستصعب علينا فيها التدخل لأنه تكون درجة الحرارة مرتفعة جدا تمنع وتساهم بشكل كبير أننا رأنا موجودين في عين المكان نقوم بعمل الإخماية بصحة النتائج تكون ضعيفة وتكون سفر بينما كين مرحلة أخرى اللي تكون من 14 صباح تقريبا حتى للثامنة صباحا ويني تكون انخفاض محسوش في درجة الحرارة وكين رطوبة مرتفعة هنا اللي رح يمكن رجال الحماية المدنية من قوة التدخل ومن سرعة التدخل ونجاعة التدخل والإخماد النهائي على النيران فقط السيدة مجدى لو يسمحنا الوقت نقول أنه في هذه اللحظة الآن الزملاء يعملون على حماية الأرواح قبل حماية الممتلكة وبالتالي نحن نحافظ عن نفس البشرية من الهلاك ومن الحريق لقدر الله بالوفيات ثم نروح إلى الممتلكة تعتبر أولوية حماية أرواح المواطنين وإجلاءهم عند الضرورة ترجمة نانسي قنقر